اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي منورنا من كل مكان انوارد الفيديو طويل شوية عشان كده بقول لكم عايزاكوا تعملوا كوبايت شاي كوبايت قهوة اا وتعودوا كده في مكان هادي ورايء وتعالوا مع بعض نسمع كل التوقات اللي تقالت لعام اتنين وعشرين مش لحد واحد ولا اتنين ولكن لاربع اشخاص تلاتة معروفين واحد غير معروف ولسه طالع في المقدر جديد ولكن ليه متابعين من كل حتة في العالم وهو خرج من تطبيق تيك توك وهو ليه حوالي مليون او تلتمية الف متابع على هذا التطبيق كلهم بيسمعوا الكلام اللي بيقولوا وبعدين هنتكلم عن نوستراداموس وهنتكلم عن بابا فانجا وكمان هنتكلم عن بعض التوقعات اللي قالتها ليه العبداللطيف تحت المسمع عام اتنين وعشرين علشان فيه ناس بتقول هي قالت انها ما قالتش توقعات اتنين وعشرين احنا عارفين كلنا ان التوقعات الفين اتنين وعشرين توقعات ليلة رأس السنة تتقال في رأس السنة ولكن لالة عبداللطيف برضو قدتنا بعض حاجات بسيطة او ملامح لعام 22 فهنقولها كلها خلال هذا الفيديو علشان كده قبل ما نبدأ بفكركم تشتركوا في القناة فعالوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس تعالوا مع بعض نشوف النهاردة الموضوع مش ازاي هنتكلم اول حاجة عن الراجل اللي انا قلتلكو عليه اللي عنده حساب على تيك توك وليه متابعين حوالي مليون و300 الف وهو بيقول على نفسه ان المسافر عبر الزمن بيكشف مفاجآت صادمة وحدث سيغير البشرية في 25 ديسمبر اللي جاي ده طبعا المقال نازل على موقع اسمه الوان تبع الوطن دي موقع مهم جدا تبع مصر مهم جايبين الخبر وبيقولوا بيوحس الملايين من سكان العالم مع نهاية كل عام عن ابرز توقعات المناجمين والعرفين للعام الجديد 22 وكلنا قلقانين وخصوصا بعد ظهور متحور اوميكرون شديد الخطورة والعدوى وسريع الانتشار ليفجر مسافر عبر الزمن مفاجآة صادمة لما يحمله المستقبل للبشرية وكشف رجل يدعى هم سمي كده الاكاونت بتاعه على تيك توك ذات وان تايم ترافلر ذات وان تايم ترافلر يعني المسافر عبر الزمن يزعم انه مسافر عبر الزمن وخادم من عام 2485 مفاجآة صادمة عن سنة 2022 مؤكدا انه بيضم حدثين همين للارض بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية يعني الموقع بتاعنا نائل من صحيفة بريطانية اسمها ديلي ستار حذر المسافر عبر الزمن عبر حسابه على تيك توك البشرية من امرين سيحدثان في نهاية الشهر الحال في 20 ديسمبر اللي هو اللي جاي ده سيحصل ثمانية من البشر على قوة خارقة من امواج طاقة الشمس يعني فيه 8 بنا قدمين هيحصلوا على قوة خارقة من امواج طاقة الشمس وفي 25 ديسمبر اللي هو يوم الكريسمس سيحدث شيء كبير يصدم العالم ويغير الطريقة التي يعيش فيها البشر الى الابد وسيكون تاريخ لن يمحى للابد من ذاكرة الكوكب الازرق وتوارد التعليقات بين مصدق وبين ناكر وبين بيصخر وبين بيكذب ولسه ما نعرفش هل فعلا توقعاته دي هتحصل ولا لا ولكن كمان كان متوقع ان هيحصل في فيديو اخر من فيديوهات اللي بينزلها على تيك توك ان عام 2027 سيشهد تحالف دول السويد والمملكة المتحدة وفنلندا لانشاء محط الطاقة عظيمة وسيؤدي ذلك لحدوث عدد من التبعات على الصعيد السياسي ورغبة بعض الدول الصغيرة للاندمام الى ذلك التحالف وانشأ المسافر عبر الزمن حسابه عبر تيك توك لاول مرة في اواخر العام الماضي مدعيا انه انشأه بهدف اثبات هويته الحقيقية وانه سافر عبر عديد من الازمنة وعائد من المستقبل وبيمتلك مليون و300 الف متابع ونشر اكتر من 100 مقطع فيديو لتوقعاته الغريبة بشأن ما سيحدث في المستقبل لو عازم تتفرجوا عليه او تشوفوا الفيديوهات بتاعته اكتبوا كده في السرش في التيك توك ده بالنسبة للمسافر عبر الزمن اما عن نوستراداموس لعام 22 توقع ان كوكب الارض هيتعرض لدرر كبير بسبب النيازك وربما يعني هذا ايضا استضام كويك بعملوك بالارض والمؤكد ان الكرة الارضية هتواجه خطر كبير استنتظر وكالة ناسا وصول المركبة الفضائية دارت للمسارها التصادمي مع كويكب يهدد البشرية كنا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده واللي مش عارف فيه كويكب المفروض هيخش على مدار الارض في شهر 9 2022 هم حاليا بعتوا صاروخ يضرب الكوكب ده او الكويكب الصغير ده عشان يغيروا المسار بتاعه بحيث لما ييجي شهر 9 2022 يكون بعيد عن مساره جنب كوكب الارض فبالفعل لو لولا التقدم اللي احنا فيه ولولا وكالة ناسا كان ممكن يحصل توقع نوستراداموس وكويكب ده يصطدم بالارض وبساعتها يحصل دمار شديد جدا لبعض الدول في العالم تاني حاجة التدخم تنبع نوستراداموس العراف الشهير بان العام المقبل سيشهد تدخم ملحوظ وربما يخرج عن نطاق السيطرة ويؤدي الى انخفاض قيمة الدولار الامريكي ومن بين التنبؤات اللي توقعها نوستراداموس هي ان فرنسا ستكون في ازمة في عام 22 بسبب عاصفة كبيرة ستؤدي الى فيضانات وحرائق وجفاف في اجزاء اخرى من العالم وايضا نتكلم عن اجهزة كمبيوتر بتتحكم في البشر لطالما جرى التنبؤ بهيمانة الزكاء الاصطناعي واجهزة الكمبيوتر على البشر في عدد من الافلام وتوقع نوستراداموس الكلام ده انه يحصل بحلول عام 22 وقال هيحكم الزكاء الاصطناعي الكمبيوتر ده بواجهة بشرية هيبقى ليه زي شكل البشر ويتسيطر الالات على كل شيء وده بالفعل بدأنا نشوفه بس لسه ما وصلناش لمرحلة انه هم اللي يتحكموا فينا يعني احنا حاليا احنا بنطور في الزكاء الاصطناعي ده لحاجة كبيرة جدا بس لغاية دلوقتي احنا المتحكمين فيه ولكن توقعات نوستراداموس بتقول انه على 22 ممكن نشوف تحكم الالات بالبشر العكس وهم هيكون ليهم شكلنا ولكن عبارة عن الات مش بشر حقيقيين وممكن يقصد يعني لما قلنا يبقى فيه مدير من الزكاء الاصطناعي هيكون متحكم في موظفين تحت ايدي وشر ممكن يكون بهذا الشكل مثلا ده بالنسبة نوستراداموس اما عن بابا فانجا قالت سبع توقعات للأسف اسوأ من بعض هيحصلوا في 22 اولا قالت هتضرب العديد من البلدان الاسيوية الى جانب استراليا نوبات شديدة من الفادانوت وقالت السفن الفضائية هتهاجم الارض وستقصف المدن وتأخذ بعض سكان الارض اسرى لها والت العديد من الاماكن ستصاب بنقص المياه نظرا لتزايد عدد السكان وتلوس الانهار وسيشهد العالم كرسى في العصور على مصادر للمياه وايضا ستشهد الارض هجوم حاد من الجراد للمحاصيل والاراضي الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي ستكون نحو 50 درجة مقاوية وبسبب الادمان المتزاد للتكنولوجيا فان العديد من الناس سيخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع زي الميتافيرس ومن بين قبر استوقعات العرافة العمياء لعام 22 ان البشرية ستتأثر بمجاعة جديدة بسبب تغير المناخ وسينتهي الامر بالناس باكل الخنافس او الاوراق او حتى الطين وسيكتشف العلماء فيروس خطير سينتشر بسرعة كبيرة ويؤدي الى موت البشر والحيوانات ونهاية لكوكب الارض دي كانت توقعات بابا فانجا اللي كانت منشورة على صحيفة موجودة كانت سجلت وترجمة التوقعات اللي قالتها وكانت مسجلها لغاية سنة 3000 زي بالزبط كده نسترادامس اما عن ليلى عبداللطيف كانت ايلى للأسب سنرى بعض الكوارث في 22 وهتكون صعبة وقالت كمان مشهد الكوارث الطبعية التي سيسببها مياه البحر سنرى يتجدد على شواطئ عدة في مدن ساحلية حول العالم والموت يخطف الالاف جراء ارتفاع المياه وسنرى بيحاصر بعض المدن الساحلية وبيغمر مدن اخرى والكلام ده في 22 ايلى كتب النص فيه 22 او 2022 اه وبردو للأسف فصل الشتاء في 2022 سيكون فصل الوفيات الكبيرة حول العالم وسيصبح اسمه فصل الموت في بعض الدول وذلك لارتفاع عدد الوفيات المفاجأة او بسبب كوارث واحداث كبيرة بتحصل على مستوى بعض الدول في العالم وقالت شبح الاختيالات بيسيطر على بعض الدول العربية والاجنبية منها لبنان بشكل خاص وذلك في المرحلة القادمة وربما في 2022 اه وكانت ايلى كمان 22 وكمان 2023 سيحملان الكثير من القلق والخطر للعالم وذلك بسبب الحروب والثورات والفتن وبسبب الاوبئة والفيروسات الجديدة وسنشهط حرائق كبيرة وحصارات قاسية ولا استبعت حدوث حروب بيولوجية كبيرة وخطيرة بسبب عودة العمليات الارهابية التي ستطال الدول بالعالم لكن جيوش الدول ستكون لهم بالمرصد دي كانت كل التوقعات اللي قدرنا نجمعها لكم لعام 2022 من اكتر من حد علشان تكون لكم رؤية واضحة لكل التوقعات خدوا بالكم ان دي مجرد توقعات مش حاجة حقيقية ممكن تحصل ولو حصل حاجة منها اكيد هاتحصل بدرجة اقل من الموجود فيها وان شاء الله ربنا يسطر علينا وعلى الكل وشكرا لحضراتكم لوجودكم معانا ووصول القناة ربمائة الف مشترك دي حاجة تفرحنا اكيد ما تنسوش بس تشتركوا معانا وتزودونا اكتر واكتر وده هيفرحنا بان احنا اسرة كبيرة بتكبر بيكم الحقيقة اشتركوا معانا وفعلوا جرس عشان توصلكم اشعارات الفيديوهات وعملونا لايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو يعني عشان يوصل لناس اكبر يعرفوا المعلومات والتوقعات اللي دايما بنتكلم عنها شكرا لحضراتكم واشوفكم بخير فيديو جديد على قناة مساء الاخبار